التسك المساعدة في صناع وندي مكافئات ونجيب الناس ونضربهم عشان يعملوا كده ويتوضيح الإجراءات المطلوبة للحصول على براءة الاقتراع التوجيه لحل مشكلة تكنولوجية صناعية زراعية من خلال طلبات البراءات براءات صدرت براءات سقطة في الملكية العامة أفكار مخترعين البراءات دي فيه براءات سقطة في الملكية العامة بعد عشرين سنة مخلصت بقت سقطة في الملكية العامة من حق استخدمها فدي موجودة في قاعة البيانات المكتب دي يبدأ يبحث الموضوع ده مهم الموضوع ده يتناسب مع كذا ممكن نبدأ بالبراءة عشان نعمل نموذج والكلام دي يدرايف للباحثين في معاملهم احنا كل المهمة ان احنا نصبرت الباحثين ما نخليش نشغل دماغه لا بتمويل ولا بأي عمل ولا بتسويق انتاجه ولا بحاجة بنحفظ حقه ونخليه يشتغل كباحث مكاتب دعم المشروعات البحثية والمنح والجايكو الجايكو ده دعم المشروعات والمنح والعلاقات الخارجية التعريف وزيدة لوعي بفرص تمويل المشروعات البحثية محلية ودولية احنا عندنا حوالي حاليا حوالي 16 جهة مانحة محلية ودولية دولية محطوطين علاقات بيانات واسلوب كتابة بروبوزل لانجاح ان هو يحصل على دي ده مهمة هذا المكتب مهمة الكلام ده والكلام ده احنا عندنا المكتب الرئيسي في من الدورات احد الكورسات اللي هنعلمها للناس ان شاء الله هنبدأ الشهر الجاي احد الكورسات دي ان هو ازاي يكتب بروبوزل لكل واحد يعني الهرزن 2020 ازاي يكتب بروبوزل ويختار انسب الحاجات ايه عشان يقدر يجيب تمويل للباحث في الموضوع بتاعه تحسين فرص النجاح في الحصول على دعم دولي تقني مالي للمشروعات البحثية دعم وتأهيل الباحثين لادارة ومتابعة المشروعات البحثية اسس تقييم اداء مكاتب معلش انا خايف لكون طولت لكن عايز اخلد السايكل كلها واضحة يعني بيتم تقييم تقارير المكاتب خلال العام الاول على الاسس اللي لها اقولها دي والتقييم خلال العام التاني وما بعده لها اسس اخرى خلال العام الاول تخصيص اولا انشاء البنية الاساسية للمكتب تخصيص وتجهيز وتأسيس المكتب تحديد العاملين بالمكتب انشاء موقع الكتروني للمكتب يشمل قواعد البيانات اللي انا اتكلمت عنها ومعظمها وبعدين البدء في تجميع البيانات وادخلها في قواعد البيانات ربط الموقع الإلكتروني بالموقع الرئيسي للأكاديمية ثانيا تأهيل العاملين بالمكتب وبيشمل التأهيل الموضوعات الآتية 17 موضوع أنا كاتبه بالإنجليز وبالعربي وهنا التسك والتيتي او والجايكو والطايكو كل واحدة هيتدرب الحاجة المناسبة ليه طبعا جالنا عروض كتيرة من شركات تدربنا ولقينا العملية قصت لقوي فإحنا عملنا قلنا هندرب في بيتنا وبدأنا نتعاون مع بعض الجامعات التكنولوجية اللي فيها فكرة كنوزي زي جامعة النيل جامعة الأمريكية جامعة القاهرة فيها جزء برضو معانا بيساعدنا علشان نقدر نبني بنينا السليبس كلها وجبنا ناس من الاتحاد الأوروبي رجعوا لنا هذه السليبس عشان نبقى احنا ماشيين صح وهنبدأ التدريب وبكسط من الميزانية بتاعتنا اللي احنا مخصصين للتدريب المحور التالت من التقييم أنشطة التوعية بنشاط ومهم المكاتب فيه مكاتب قاعدة في الجامعة وكليات حواليها مش عارفة فين مكتب الطايقو بيعمل ايه لازم يعمل ويرك شوبس ويجيب الجامعات ويجيب الكليات اللي عنده ويجيب المراكز البحثية المتخصصة التابعة ليه ويشرح لها الكلام اللي أنا بقوله ده ده جزء ده جزء أصيل من تقييم ناليف العام الأول ويعمل برشورات وكتيبات ويتكلم يقوم الناس يبدأوا يزوروه لان ده يبقى جزء بقى يبدأوا يعرفوا أهميته ايه ويبدأوا يشتغلوا معاه وبس مش يعمل كده ده هو يروح يقعد على الباحثين يما يدي له مشكلة يروح يقعد يقول له ايه مشكلتك ويتعامل معاه لان ده مهمته واحنا بندعو ان الناس القائمين على مكاتب الطايقو يتفرغوا للعمل في هذا العمل ما ينفعش أبدا أبقى أنا عمال أدي محاضرات وعمال أعمل ويجي أخذ جزء أفر طايم كده للشغلانة دي لأ ده شغل كتير وشغل محتاج شغل وعشان كده احنا بنتدي له مكافأة بنتدي له مكافأة كويسة من الميزانية بتاعة المكتب الالتزام بمواعيد تقديم التقارير خامساً أنشطة اختيارية يتم البدء في تنفيذها من العام الأول وتمويلها في العام الأول يتم أنشطة يتم البدء في تنفيذها في العام الأول وتقييمها في العام التالي إعداد لائحة بالساس الملكية الفكرية المكتب يعمل لائحة بالساس الملكية الفكرية طبعا اللائحة دي بتقول الباحث ياخد كم في المية واللي هيعمل العينة ويقرها ويصدق عليها من السلطة المختصة في الجامعة ويبادي لائحة الملكية الفكرية ولايح حملية للمكتب واعتمدها من السلطة المختصة لأنه بعد كده هيبقى المكتب ده هيبقى سوء هيبقى بيبيع ويجيلوا إمبوتس ويخدم الناس فلازم يبقى عنده لايح حملية عمل نواء لمركز تدريب متخصص في مكتب الطايكو لتأهيل وتدريب كوادر دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا والباحثين والعملاء طبعا هيجيب فلوس من هذا التدريب هو برضو هيبقى إمبوتلي بدءا من العام التاني هنبقى كونتاتف إفاليويشن الأداء الرئيسي بقى وإحنا بالمناسبة إحنا عندنا حوالي من الـ 28 مكتب حاضري فإنما أخلصوا من الـ هنبقى مهتمين بحاجات تانية منتظرين الكلمة التانية بتاعة مشروعات التقارب هقولها برضو إذا كان ده مش مهمة عديا أنا شايف أنه أنا شاصيا أنا شايف أني فرصة أني أقوله أني أقوله الكلام ده يعني العام التاني لازم فيه مؤشرات عامة عدد الزائرين للمكاتب عدد المطبوعات عدد الزائرين لموقع المكتب على الإنترنت عدد المؤتمرات والندوات المحلية اللي حضروها عدد دورات التدريب التـ TTO عدد التحديات الفنية والتكنولوجية اللي جابوها من المجتمع علشان يبدأوا يحلوها عدد المشاركين في دورات التوعية وهكذا يعني الأنشطة اللي هي عدد المشروعات الابتكارية والبحثية وعدد وعدد أنا هاختصر بسرعة مؤشرات أداء دعم الابتكار عدد براءات الاختراع اللي تقدموا لها وعدد الباحثين اللي تقدموا بطلب عشان يكتبوا براءات اختراع أما بالنسبة لجايكو اللي هو عدد المشروعات اللي قدموا لها عايزين فلوس ونجحنا فيها وهكذا مش هكمل فيه كلام ده لكن أنا هقول سامري بسرعة شركاء البرنامج ده تلات شركاء رئيسيين أكاديمية البحث العلمي اللي هو المكتب الرئيسي للطايكو وده ليه مهام وبعدين الجهة المالكة للمكاتب اللي هي الجامعات والمراكز البحثية وده لها مهام وأنا قلت المهام بتاعتها ورئاسة المكاتب الفرعية اللي هي فيها التيتي أو والتيسكو والطايكو اللي هو في القاهرة الدكتور أحمد إحنا بندير الموضوع ده بشكل مؤسسي عندنا رئيس الأكاديمية يتبع وقطاع التنمية التكنولوجية فيه مدير برنامج الطايكو اللي هو أنا وبعدين عندي المكتب الرئيسي وعندي ثلاث لجان بدير بيهم الكلام ده لجنة التقييم والمتابعة ولجنة التدريب ولجنة المعلومات والإعلام وبنشرف على المكاتب الفرعية وفيه الديالوج اللي بيننا اللي بين فيه كلامي اللي قلته قبل كده المكتب الرئيسي ومهامه المكاتب الفرعية اللي هي موجودة هنا ومهمها شكرا لغاية دلوقتي أنا اتكلمت عن الجزء الأول الوقتي هتكلم عن مشروعات التخرج مشروعات التخرج ده منحة الأكاديمية بتقدم مبادرات في اتجاهات مختلفة أحدهم وده انتهنا منه الإسبوع اللي فات كان موضوع منح أوائل الخارجيين علماء الجيل المستقبل وده احنا اخذنا فيه حوالي 107 وده بنتديله مرتب شهري وبيعمل ماجستير في مشروع مشكلة مجتمعية موجودة وبيدرس 6 شهور في حاجات كومونيوكيشن واتصال وازاي نخلق منه بيرسون قادر على العمل وبيبقى مسجل مع أحد الأساتزة وبيعمل المشروع بتاعه وبنديره 1000 جنيه شهريا ورئيس الجمهورية لما تعرض عليه الكلام ده 2000 جنيه ففعلا المشروع ده مش أول مرة بنعمله ده ده سايكل الخامسة يمكن ده مشروع من المبادرات اللي بتتم عشان نخلق الـ HR في الأبحاث والتطوير المشروع التاني أو المبادرة التانية لا يسجل في أي جامعة بس المهم الموضوع المهم الموضوع والموضوع نفسه يكون من الموضوعات اللي احنا مشاهرين عليها بس ده الموضوع ده خلص وخلاص والنتيجة طلعها النهاردة أو بكرة في مياه أيوه في عندنا مشروعات التخرج وديه من الحاجات المهمة جدا والسنة اللي فاتت من مشروعات التخرج احنا طلعنا منهم أربعة سميس مشروعات التخرج للطلبة في أربعة سميس وانا لو فتحت حضراتكو الويب سايت على الأكاديمية هتقروا المشروع أو البروبوزل أو الإعلان وفي آخره أنا قاية للسنة اللي فاتت في أربع موضوعات عملنا منهم سميس لطلبة في كليات مختلفة تخرج لقى موضوع تبنناه بقت عنده مشروع صغير وبيشتغل بيه المشروع اللي هو مشروعات التخرج ده احنا نشرنا عن المشروع وده موجود على موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg هتلقى على طول في الهوم بيج هتلقى مشروعات التخرج هتلينك هتخش تلقى الموضوع مشروع بالكامل أهم حاجة في الموضوع وبعدين احنا نشرنا كلام ده في أول نوفمبر ويوم 15 فتحنا التسجيل الإلكتروني على الموضوع وبعتنا الجامعات والكلام ده بنعمله من خلال الطايكو للجامعات اللي فيها طايكو ومن خلال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في الجامعات اللي ما فيهاش طايكو الناس بتقدم إلكتروني بعتنا admin username وباسورد لمدير طايكو ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث علشان يدخل يجيب الناس اللي يسجلوا ويعمل لجنة علمية يقيم المشروعات ويعمل لها ترتيب تنازلي بالدرجات احنا عملين له يقيم الإلمس والأوزان بتاع التقييم كمان بحيث يبعت لي الترتيب تنازلي من الأول لغاية الأخير واحنا تبقى للميزارية المتاحة وتبقى لرؤيتنا في الموضوعات اللي جات هنختار للجامعة دي كذا والجامعة دي كذا والجامعة دي كذا وهيتم التعاقد المواعيد مهمة جدا احنا لغاية 15-12 ده آخر موعد للتسجيل واحد واحد هيبقى آخر موعد لتقديم نتائج التقييم في الجامعة معتمدة بالنائب رئيس الجامعة وخمسة واحد التعاقد هيتم والبد احنا عملين حسابنا ان اللي يشتغل في المشروع في الترم التاني هيبقى بيشتغل العامل بقى والإمبلومنتيشن فياخد الفلوس علشان يشتغل وفي آخر العام هنعمل مسابقة بين المشروعات دي واحسن خمس مشروعات هنتبناهم عشان نعمل منهم شركات صغيرة ومتوسطة في عندنا مبادرات أخرى للماجستير والدكتوراه في مبادرات أخرى بندعم الماجستير والدكتوراه بالمناسبة المشروع التخرج بيفضل انه لازم يبقى أكتر من واحد أكتر من طالب عشان نخلق الكلشور بتاع التيم ويرك وفي نفس الوقت بنفضل ان الفلوس اللي هياخدها المشروع الواحد خمستاشر ألف جنيه يعمل بهم الشغل العملي مفيش مكافآت فيه ولا أي حاجة يعني الخمستاشر ألف جنيه دول الشغل بس طبعا فيه كنترول وكريتيريا ومتابعة ومونوترينج للكلام ده بوسط جهاز المشروعات الموجودة في الأكاديمية الطالب بيسجل بنفسه بس بيكتب اسمه الدكتور والطلب اللي معاه وكل حاجة وبياناته الدكتور وبياناته لو فتحت حضرتك هتلقي كل الكلام ده موجود نعم فاند بتاع الأكاديمية هو الويبسات على الأكاديمية www.asrt.sci.ag هتلقي في الهوم بيج مشروعات التخرج هتلقي نفسك جوه الموضوع وهتلقي نفسك التسجيل